السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح المنظومة فيرال بلوغين يعني سنحاول نعرفه من خلال طرس اللي دوسته كاملين واللي سيأتي من بعدهم حيث نحن مستمرين حتى نقفلو ثلاثة السلاسل اللولة عدا تكون عندكم منظومة متكاملة في هالدرس سنحاولو نعرفه المنظومة دينا كاملة مناش تتكون وشنو الأهداف دينا بتاعوا إن شاء الله المنظومة دينا هي من تصميم الشخصي ديالي يعني حاولت من خلالها نجيب واحد طريقة متميزة بوحدة يعني كين طرق اللي تنجيبوها تنكونو تعلمناها من عند الناس وقلبناهم فيها وطبقناها ولكن أغلب طرق اللي تتكون متداولة بزاف فيها واحد الميزة أنه كل ما كتر عليها الضغط يعني الطريقة كون ما ستعملوها بزافة الناس كون ما تتقلل الأرباح ديالها وكين طرق العكس أنه كل ما ستعملوها بزافة الناس كون ما كيزيدوا الأرباح ديالهم وأنا حاولت نبشي إلى هاد المنهج انتع أنه طريقة كون ما كان الجمهور ديالها عارض وكبر كتر كون ما طريقة تتولي مربحة كتر نبدو إن شاء الله الرمز اللي كان رمز به البلوغ مطبقة في هاد المنظومة هو يعني فيرل بلوغ المنظومة ديالنا العنصر الأساسي ديالها كم بتنقولو الجزئة المكونة لهاد المنظومة هي فيرل بلوغ ليش تتكون من بلوغ بطبيعة الحال صيبنا في بلوغر ونذكر أن المنهج ديالي لا تنحاولش نخدم بشي حاجة اللي يبيعون يعني مع مرية ما نقولك خذك هوستينج ابرجومون بشي ابرجيسي ديالك ولا تشري ضمان ولا تشري أي حاجة مهم ديكش بقى طرق بوحدة ولكن كنحاول ديما نخدم اندر يعني كل شي فري يعني المنهج ديالي اندرغراون تنحاول نخدم مع الناس اللي يمكن لي يبدأ بزيرو ديران يعني ما كين حتى شي تكاليف او رأس ما الخصو بشي بدأ العنصر اللي اللي تنبدأوا به بصناعة دياله باش نكونوا الجزئة الاساسية اللي تتكونوا للمنظومة هو البلوغ ديالنا في بلوغر تاني حاجة تنذيرو كونت في تويتر علاش حيط في الطرس اللي جاي دابة في السلسلة تويتر غنو نوريكم كيفاش تخلي البلوغ ديالك اوتوماتيكمو مجرد ما تتبوستي فيه وكين بزاف للسيرفيسي ديرو هذا القاضية وغن نشرح لكم واحد منهم ونوريكم الاخرين مجرد ما تتبوستي ارتيكل في البلوغ ديالك اوتوماتيكمو تتلاح في الكنت ديالك تويتر علاش لانه مجرد ما تتلاح ذاك الارتيكل في الكنت تويتر تشوف لفولوور ديالك شترا تتمو جينك دي فيزيتر البلوغ ديالك وبطبعة حال الكنت ديالنا احنا جامعين فيه الناس لقلنا ديال المجال ديالنا يعني تل ويت لوس هدوك الناس مهتمين يعني تتجيب تارغيت فيزيتر ذي البلوغ ديالك مزيان العنصر اللي غطيفه باش يتفاعل مع هاد المنظومة الصغرى ويخليها فيرل يعني تتنتاشر بطريقة فيروسية هي الويدجات اللي عطيتكم رأعطيتكم واحد الويدجات في هات طرواة اللي يلي تتدو البلوغ ديالي ديك الويدجات شنو الفائدة ديالها اولا فاش يلا تنبنيوا البلوغ ديالنا تيكون باقي خاوي بطبيعة الحال البلوغ ديالك كون ما كتر فيه الcontinue text تيولي غاني اكتر بالمعلومات يعني تيولي فيه فائدة اكتر يعني حتى الموتور درس تينتبه اكتر يعني هذي فيها فائدة اللي كنت اللي الفائدة اللي فيها لي وحتى لك عو تاني هي ان هاد الويدجات فاش نديرها انا في البلوغ ديالك تتجيب ليتا انا لفزيتر ولكن انت تخدم بالمنظومة كاملة شنا هي انني غان اعلمك تصنع ويدجات ديالك فاش تصنع منطبع الحال ممكن لك تدير في البلوغ ديالك علش لان البلوغ ديالك في لازارتكل ديالك وفاش تدير في ويدجات من البلوغ ديالك ستضبل ستقول لديك محتوى مدوبل في البلوغ ديالك نفس الهضران الذي كان في الزارتكل ستتعاود في ويدجات متيني اتشعل مثلا انا ميصلحش ندير الويدجات ديالي في البلوغ ديالي مزيان انت من بعد ما غتتعلم هاد المنظومة الصغرى التي شرحت كاملة ستصنع ويدجات ديالك بطبع تصنع ويدجات اي من الاسرار ديال نجحت هالطريقة فش ستصنع عشنو غادي تدير بطبع تصنع البلوغ ديالك غادي تشد واحد لمجموعة الناس او الاصدقاء ديالك اللي مهتمين بعد المجال غتعلم من الأول تهو غيصنع قد المنظومة الصغرى وغتعلم واحد آخر وغتعلم واحد آخر اللي هو التالت كمي تلك اللي غي يعلم جوج كلي يعلم ثلاثة كلي يعلم عشر كل هو و جهدو فش غتعلم هاد الويدجات اللي عندوم هنا رهي ديالك يعني بطبيعة الحال بمجرد ما غتعلم غتكون مشيتي على نفس المنهج اللي خدمت معاك أنا به وغتعلم البلوغات ديالهم تصفت لك تنت دي فيزيتور يعني دباء الصورة العامة للمنظومة أنا علمتك المنظومة وعطيت كويد جد شنو اللي تنت واللي تي من الناس اللي تيجيبوا لراسهم دي فيزيتور من تويتر وتصفت ليا أنا واحد نسبة لفيزيتور يعني العلاقة بيننا وين وين رابح رابح انت رابح وانا رابح مزيان جاء الناس اللي تحت منك اللي انت تعلمت لهم بطبيعة الحال في السيرية التالت بعد ما سأل تويتر سأل تشرح كيف تصنع في الويبلي الصفحة ديالك التعليمية ديك الصفحة تتصفت تدر في هذوك الفيديوهات اللي حطيت أنا بوحد ترتيب معين وتتزوق وتتحلق عليها وتدر في دياليان ديالك يعني الويجات ديالك فهمشيني بشتتصفت للناس فشتدر ديك الويجات ديالك تبدأ الناس يصاب دي بلوغ هذو اللي علمت يوم انت يعني تعلم من خلال صفحة ديالك سواء انعرفوك أو متعرفوش عليك تيصاب دي بلوغ ديالهم يحطو فيهم الويجات من بعد تيبدو يصفت لك دي فيزيتور علاش حيث كين ليلية ديال لبلوغ ديالك في لبلوغ ديالهم أبطر القضية انت انه متيصفت لفيزيتور فانه تيكون عندك روابط في لبلوغ ديالهم يعني انت تتستفد ان البلوغ ديالك تيقول عنده بزاف الروابط الخلفية لباك لانك يعني تيكترون الروابط الخلفية لبلوغ ديالك يعني البلوغ ديالك تيقول يشوفوه لموتور درشارش كتر يعني تيجيوك لفيزيتور كتر مزياد ناخد واحد ندرق عام وأوضح على المنظومة بشكل أوسع لاحظ معايا هذا أول فيرول بلوغ يعني صابته أنا جاء تعلم من عندي واحد تعلم من عندي التالي تعلم من عندي التالي تعلم الرابع شنطر كلهم بحل نقوله خدوا من عندي ذاك الويدجيت فعلمتيني اللي تنسميوه الويدجيت يعني الويدجيت الفيروسي يعني انتاشر عندهم شنطر كلهم ولا البلوغ ديالي تيغدي البلوغات ديالهم بمحتوى جديد وهما تيغدي البلوغ ديالي بدأ فيزيتور جداد يعني هما مستافدين وأنا مستافد وبطبيعة الحال ما غي أضطر شي حاجة على فيزيتور لا ديالك لا ديالي يعني كل يكون عندهم نصيب ديالهم من فيزيتور بلا شي يشكال هما جاءوا من بعد وجابوا ناس جداد مثلا هذا أعلم ثلاثة الناس جداد دوك ثلاثة الناس جداد بدأوا تيغدي البلوغ دياله بلا فيزيتور كون مطلع العدد ديال الزوار من البلوغ دياله تيطلع العدد الزوار البلوغ ديالي واضحة وبطبيعة الحال نكمل كون مطلع العدد ديال الزوار من البلوغ ديال أي واحد من تلاميذ ديال أو تلاميذ ديال تلاميذ ديالك إلا وتيطلع عدد الزوار البلوغ ديالك بطبيعة الحال هذه النظرية شوية Mathematic سنشرحها بالنسبة المئة في درس بوحده لأن المنظومة سنشرحها في ثلاثة الدرس ولكن هذا كدرس أول لكي تفهم زياد واحد آخر تهو أعلم ثلاثة من الناس اللي علمتهم أنا شو يطرأ دوك ثلاثة غي سيفطول دي فيزيتور وغي زودهم محتوى وهما سيفطول دي فيزيتور شنو غادي يطرأ أنا بدوري اللي كين في المركز المنظومة غي طلع لي فيزيتور منظومة بطريقة رياضية وبطبيعة الحال أي واحد تدور في هذا المدار دي يعني عنده الويدج دي إلا فهو مصدر الـ الـ بلوك دي يعني الأرباح دي تطلع من هالطريقة وبطبيعة الحال لكن أنت عندك بزاف التفرعات ودرتي بحال هالطريقة اللي دائرها أنا وكملتي معنا السلاسيل بثلاثة تكون عندك قدرة تنتق أنك تخلق واحد الفالك انت عليه بلوك يعني بحل نقول ما جر انت عليه بلوك تدور على البلوك ديالك يعني سرة القوة انت على البلوك هو البلوك اللي تدور في الفالك دياله اللي تعطي للي فيزيتور بطبيعة الحال فالطريقة ديالنا وتنذكر انها طريقة حاولت نطورها بش تكون عندنا واحد طريقة ماشي متكررة وفي نفس الوقت الطريقة نتع كون ما علمنا بعضياتنا كون ما غادي نربح وكثر وان شاء الله غايجي من بعد الطرس ديال الشرح المنظوم رياضيا وإلى ذاك الوقت نشوفكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته